حلال زمالك حرام على الاهل حلال فريرا حرام على مسلمين جمهور اعظم نادي في الكون السلام عليكم اهلا بكم على اهل اف ام تقييم كده كل الحداث اللي حصلت مبارح زمالك مبارح فاز بطريقة انتش وجري يعني كانت سمحة احسن منه في اللقاء خطف هدفين كده جون لشكبالة وجون التاني التاع سامسون يعني نتاشها من الراجل نتش وحطها هو اصلا كده كده سامسون عبارة عن مسدد يعني هو اكتر حاجة لها مميز فيها هو التزديد انا بقى لا لما الجمهور الاهلي التارية على لعيب في الزمالك فالناس التارية على سامسون دوت وجاب جون في اول ماتش مش عارب فيه لعبة كده تبقى حظيزة يعني ماتش يجي في جون مع اول بداية ليه ممكن يتقلق يضرب يبقى احنا ايه زي ما قلت ردد فينا وقدت عامل فيديو بلا كده عن الموضوع دوت لكن ايه بقى اللي حلال الزمالك وحرام على الاهلي حلال الزمالك الجمهور الزيادة وحرام على الاهلي الجمهور بتاعا يعني الاعداد بتاعت الجمهورين يعني حاجة حاجة مضحكة قوي نتلع قولك ايه اصلا ساعة ملعب برج العرب اقل من ساعة ملعب المولين فعشان كده جمهور الزمالك ظهر لا تما تقولي بقى اصلا جمهور الزمالك دي موضوع بركة بقى ما ندخلش فيها اصلا هي هي بركة كده من عند ربنا لا طبعا يعني استاد المولين مش هي خمسة وثلاثين الف وتفرج خلاص يعني سهل قوي ان احنا نحسب الدرجة التالتة شمال دي اللي الزمالك كان مقفلها فيها كام اتصور روما في كل الاحوال مش هيئلة عن سبعة تلاف وتفرج او حاجة زي كده ايه تقني بقى حلل فريرا حرام على موسيماني هل حد طالع مبارح اتكلم ان فريرا بيكسب بس اداء وحش؟ كان بهدلين موسيماني ان هو بيكسب واداء وحش وما ينفعش الاهل يكسب واداء وحش طب اهو بقاله كان موضش فريرا يكسب واداء وحش لدرجة ان هو نفسه بيعترف على نفسه بذات نفسه وقول انا قداء وحش هل الإعلام بيطلع يهجمه هل المحللين بيطلع يهجمه هل بقولوا لا نازم يمشي لا ما ينفعش ده مش مدرر بحجم الزمالك لا ده بيطلع يتقل عليه إيه ده البروفيسير فحاجة يعني غريبة جدا كمان جودة البس تلفزيوني اتفرجت على كل الماتشات الأسبوع بما فيهم ماتشات النهاردة مش معقول ان بس هم ماتشين اللي تنقلوا كاميرات HD ماتش الزمالك واسموحة وماتش فاركو والبنك الأهلي الباقي كله كاميرات SD مش عارف ليه في كل ملاعب طب ما هو يعني انت قلت أصلا بكده دوري ما نقول بHD المسم اللي فات تغير أصلا ان انت محتاج الكلام دوت في الفار يعني هتقصر طب جودة الملاعب يا جماحنا مراحين بقلنا شهر 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 ونصر طيب ملعب زي ملعب ستاد السويسي الجديد ده لين جلته وحشة ملعب زي الماولين العرب لين جلته وحشة نوعا ما طبعا نجلته حلوة مش عارف يعني طب يعني انت هنهتم بالحاجات دي محمود عشور رجع للقايمة الدولية طب هو أصلا محمود عشور تشال من القايمة الدولية ليه كلادين بيشاله طب شاله عشان بس السن أكيد شاله عشان أداءه برضو جماعة صح؟ وأخطأه لما اتبعت للفيفا السبب للمحمود عشور تشال من القايمة الدولية انه تشال بساوة عمل السن فالفيفا يقول لك لا أنا مهمنيش السن رجعه طب ما هو أصلا إحنا لو كنا وقفناه عشان أخطأه وقلنا ان بسبب أخطأه أو ان هو أخطأه دي متعمدة ان هو يعمل خط غلط كان ساعتها الرجل ده مارجعش وكان ساعتها تحط عليه يعني علامة X كده ده راجل أصلا بيتعمد ان هو يغلط لكن إحنا عشان ما عملناش كده أهو رجع تاني للقايمة الدولية النادي اللي نهار ده لعب ماتش ودي بما بين فريق يعني اللي هما الناس المستبعدة من اللقاء بتاعي مبارح ومطاعم بعض الشباب وفريق الشباب التاني ورضو مطاعم بعض اللعب المهم من ان الوداة دي يعني انتهت بفوز كبير للقايمة ثلاثة اللي هو يعتبر الفريق الأساسي يعني جاب جوان كتيرة يعني حزين الشحات جاب جوان محمد محمود عمل جون شارك برستاو يعني اللقاءها مفيد بس الواضح ان يعني شارك زاد طريق جاب جون برضو الواضح ان هو ممكن يكون يعني في فرصة تانية لزياد طريق ويمحمد محمود طيب حكتين بقى في الاخر كده ميدو حطت الأهل في دماغه زي ما رضا عبد العال حط لأهل دماغه بس ميدو مش زي رضا يعني رضا بيقول أنا على نفسه أصلا كده كده ان هو يعني بيألف وبيعمل يعني ويهجس لكن ميدو بيباني ان هو ده أنا فئر ده أنا مش عارب لكن لما ميدو مبارح يتفرج على مطش مطش الأهلي والإسماعيلي ومطش الزمالك واسموحها ويشوف ان الأهلي مع كولر مش مبدع الأهلي مع كولر مش مبدع والزمالك ما شافش مجاش يعني ميدو مجاش في الزمالك لأهلي ان السموحها كان مسيطر ولا لأداء مع فريرة وحش ولا لأداء مع فريرة الوحيد اللي شايف فريرة صح رضا عبد العال بيقول لك بيشتغل بطاية عق ربك يفوك الوحيد اللي كشف فريرة رضا عبد العال أم أعرفش ليه يعني مش عادة ترعب لأنه هو الحق بس الوحيد اللي يقول فيه الحق هو فريرا لكن ميدو يقولك الأهلي مع كولر لا لا مش مبدع ويفتقد الإبداع يا سلام والزمالك يفتقد إيه الزمالك يفتقد أنا نفسي الزمالك ده جماعة يتكشف يعني الزمالك ده مش يتكشف غير في مطش قوي أفريقيا أو لو لعب الأهلي وربنا كان كرمنا والمطش مشي منطقي الأهلي هيكسبه والله العظيم لو متش مشي منطقي لكن لو حظ يعني اللي بيحصل بتاع الزمالك ده تعرفين حظ إيه بتبقى يعني فيلر كان بيقطع الزمالك لكن عندهم حظ كارترونكا بيرجع وراء يعني ويخطف برضو الخطف أي أنت شواجر يعني الزمالك هو على فكرة هو المفروض أصلا يستحق حكاية أنت شواجر دي قبل الرجل بالغنى أنت شواجر رضا عبد العيل برضو مصمم أن يقولك لا الأهلي مع كولر لا مش زي فيلر لا لا أصلا هو أتأخر في التغيير أصلا كان مفروض التغيير ده اللي عمله في ديالة سبعين يعمله من بداية الشوط بصي يا عمري رضا أنا متفق معك في أن التغيير يتأخر تمام؟ بس أنا أعز أقولك أنه هو واضح أنه عالميا عالميا يعني محدش بيعمل تغيير أول شوط الثاني واضح معرفش يعني أنا اتفرقت على متشارة كتير بس أولي المدربين اللي يعمل تغيير مع بداية الشوط معرفش يعني أنا معاك أن التغيير كان ممكن يبقى في ديالة ستين بس لكن من بداية الشوط محدش بقى يعمل محدش بقى يعمل عملا التغييرين برضو يعني حتى لو تأخروا بس التغييرين واحد جاب عمل الجون والتاني جاب الجون فايزة تقول يعني الرجل المشعارف يعني أي حاجة وخلاص يعني أي حاجة عايش تشرك الرجل وخلاص ستقول لك إيه لا أصل أكرم توفيق ده لسه لسه مش هو أكرم توفيق لا مجاش مبارح مجاش أكرم توفيق مجاش واخد منعه وتصيراabol تشوف في ما تقوليه مجاش نعم أنا كنت عايز للأليو ديانج هو اللي ياخد منعه وتصيراholders صراحة اليو ديانج عامل أداء جميل جدا جدا وعنده قوة انفجارية ما شاء الله ويعني انطلاق دفاعي وهجومي زي الفل ما شاء الله ربنا يكرمه بس ما يحترفش يفضل عندنا لكن أكرم توفيق كان عامل برضو موطش جامد جدا ازاي أكرم ما جايش ولك أصلي كريم فؤاد اتفاق عليه دفاعين وهجومين لا هو كريم فؤاد اتفاق عليه هجومية لكن اتفاقش على دفاعية وبعدين هو الرجل يختار علي كريم فؤاد مركز تاني اللي هو الجناح عشان كريم سريع وهو كان عايز مركز تانيه عشان كده فانت يعني انت حاط رجل في دماغة قلوس ويقولك لا مش هيبه زي فايلر لا لا أصله مش وبرضو دخل في نقاش في ان اللي يخرج من الأهلي لا عادي يعني مش حصل محمود عبدالبي يقول اللي يخرج من الأهلي خلاص بيت نس تاني لا مصمم عبدالله السعيد مش عارف ايه ورمضان صباح لا اللي بيخرج من الأهلي عبدالله السعيد مش نجم في بيرانت مش نجم لان ما فيش جمهور أصلا ينجمه رمضان صبح برضو نفس الكلام أحمد فتح لما خرج نفس الكلام انت عندك حسام الأهلي ومتدايق عشان مشيت من الأهلي دي حاجة ترجع لك لكن يعني انت فيه هسوس في دماغك فيه هسوس في دماغك حاجة ما ينفعش الأهلي ينجح ما ينفعش الأهلي بقى كويس ما ينفعش الأهلي يعني نتكلم عليه كويس لا لازم نوقع فيه ونجي فيه يعني كل اللعوب اللي في الدنيا تطلع في الأهلي وتطلع في جمهور الأهلي أو تطلع في لعبة الأهلي أو تطلع في مدرب الأهلي أي حاجة تطلع فيه ليه؟ عشان العقدة اللي عنك الأهلي يعمل لك عقدة فأنت تخلص العقدة دي أنا صراحة معرفش ما هو سبب اللي يخلى الرضا عبد العادي يمشي من الأهلي يعني بس عادي يعني فيه لعبة كتير مشيت من الأهلي وإنت أستاذها مش أهلاوي يعني يعني احترم يعني مش هولك احترم الجمهور يعني خليك منطقي خليك حقا بس ده من رابع المستحلات يعني من رابع المستحلات أنه هو أصلا يعمل حاجة زي كده أو أقول حاجة زي لندستاي اللي هو ده اللي بيأكله عيش ده اللي بيأكله عيش التصريحات اللي هي الغريبة والحاجات العجيبة دي هي اللي بتأكل عيش نفس الكلام ميدو بس ميدو بيعملها بقى معلامة ميدو حاب يقول لك إيه الأهلي حلو وجميل ومش عبقه كده وبعد كده يروح يعني حاصلت لك السمة في العسل مبروك طبعا لرجالة النادي الأهلي النهاردة في كورة اليد كسبو بن فيكا 29-28 وصعدوا للدور قبل النهائي في كاس العلم الأندية لكورة اليد في إنجاز الأهلي بحقق أول تاني مرة لأن الأهلي عملها سنة 2007 وصعد برضو لنهائي كاس العلم الأندية وصعد لقبل النهائي في 2007 إن شاء الله يعني إن شاء الله المرة دي يصعد لقبل النهائي لكن في 2007 هو صعد للنهائي 2007 صعد للنهائي وكان يعني إنجاز كبير هو المرة دي لسه يلعب في قبل النهائي مع إما الخليج إما فريق ماكدو بيرج نتمنى إن شاء الله إن هو يكسب لكن الجمهور الأهلي في سعودية كان عامل عظمة وكان يعني عامل دخلة حلوة جدا للنادي الأهلي وبقول كان أصار على العالمية وإحنا وراه في كل مكان في الكرة الأرضية ياريت التفرة اللي حصلت في كتلية دي تستمر إن شاء الله مع المدرب الجديد اللي جاي وياريت نشوف الجمهور الأهلاوي دوت في الإمارات في كاس السوبر ونشوفه في مصر إن شاء الله ويبقى دايما النادي الأهلي على قد طموحات جماهيره اللي بيشوفوا إن الأهلي أعظم نادي في الكون وبالتالي يستحق مكانة كبيرة وعظيمة وأنا كمان برضو يعني عايز أقول لكم إن طالما أنتم بتسمعواي حد هنا يبقى أنتم أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون أتمنى من كل اللي بيسمعني إن هو يشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو عشان إن شاء الله الفيديو يوصل يعني لأكبر عدد ممكن من الناس بشكركم جدا وإن شاء الله نتقابل في حلقات جاية على أهلي أفهم سلام عليكم